عناصر قوات الدرك الأردنية متجهة إلى تحرير رهائن القصة ليست حقيقية كما تبدو إنما هي تدريب أردني بإشراف أمريكي على عملية نوعية أمنية لمداهمة منزل تحصن فيه متطرفون المحاكاة جاءت ضمن حفل افتتاح أول مركز تدريب أقليمي أردني أمريكي من جنوب العاصمة عمان لمكافحة الإرهاب خصص لقوات الدرك الأردنية من أجل تأهيل ورفع استعدادها لحفظ السلم المجتمعي وحماية السفارات والمؤسسات الرسمية في حال تعرضها لأي عمل أو تهديد إرهابي العنصر الدركي والرجال الأمن والجيش الأردنيون دفعوا الثمن الأكبر في محاربة الإرهاب في الأردن ومنهم الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم المركز الجديد الذي فتح أبوابه بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية يأتي ضمن برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية ويهدف إلى رفع درجة استعداد ومهارات وكفاءة العناصر الشرطية والأمنية في الأردن والدول المجاورة من أجل مواجهة تحديات الإرهاب وتزويد الأجهزة الأمنية بالأسلحة والمعدات إضافة إلى التدريب التدريب مخصص بالأساس لقوات الشرطة وهو يركز على إدارة الأزمات وإنقاذ الرهائن ويشمل أيضا التدريب على الكشف عن المتفجرات باستخدام الكلام وكذلك التدريب في المطارات لدينا لغاية الآن شركاء من 21 دولة وجاءنا مؤخرا فريق من العراق وآخر من باكستان فهذه هي الدول التي ندربها وبخصوص سوريا لا يمكنني التحدث الآن عن تدريب عناصر منها بسبب الظروف الراهنة ولكن في المستقبل وعندما تعمل السفارة السورية عندها سنعيد تقييم الوضع سنبحث ذلك مع نوضرائنا في الأردن وسنجلب شركاء آخرين من المنطقة لتدريبهم يذكر أن برنامج دعم مكافحة الإرهاب تأسس في ثمانينيات القرن الماضي بدعم من الحكومة الأمريكية والتي قدمت ملايين الدولارات للدول الصديقة في الشرق الأوسط من أجل حفظ النظام في العديد من البلدان وها هو اليوم يستعد لاستقبال متدربين من أكثر من عشرين دولة لتدريبهم على مواجهة الإرهاب مركز تدريب إقليمي مشترك لمكافحة الإرهاب هو ثمرة تعاون أردني أمريكي يهدف إلى رفع جاهزية رجال الشرطة العربية والأردنية من أجل مواجهة أي طرق أو عمل إرهابي حيدر العبدالي الحرة من منطقة السواق جنوب العاصمة عمان